علي أجيب لك أحسن خمس عروض مفصلة عليك شوكة مدريد متواصلناكم مشاهدين في برنامج سبابنات ورجع لضيفي خالد المأموري طيب خالد اليوم هذه المهنس قد اليوم يستغرق الشاب أنه حتى يتعلم هدارد يتعلم ويفتح له ورشة عمل يسترزق من عده بالنسبة للشاب حسب طموحها إذا هو حاب الشغلة يتعلمها بوقت قصير جدا لأنه شفت نفسي أنا بوقتها تعلمت خلال أسبوع فبالنسبة للشاب إذا يتابع الفيديوهات بصورة صحيحة يعني أطيه شهر كلش كافي شهر؟ شهر يعني مو متواصل زين هذي كل الأجزاء الكهربائية اللي يتعلم عليها الشهر؟ لا 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 هو إذا تعلم وحده من المهن رح تنفتح له باب على غيرها يعني هي من يتعلم هاي الشغلة من يتعلم الماطور رح يشتغل بالغسالة الغسالة من يتعلمها رح يشتغل بغير جهاز بالمدفع الكهربائية بغير شي بغير شي فبالتدريج هو من رح يتعلم رح يحب هاي الشغلة طيب تقدر تحدث أبرز المشاكل اللي رح تواجهه هو دي يتعلم لصيانة الأجزاء الكهربائية؟ أهم مشكلة رح يواجهه هو الخوف هي هاي كلش مهمة وأنا سويت فيديوهات على طريقة معالجة الخوف وطيتم أمثلة هواية مثلا 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 هستأكون ناس تخاف من السحلية السحلية هذه فإذا واحد من الفلاسفة خلاها بزجاجة فاتقرب لها لزمها بالزجاجة شوي شوي إلى أن تقرب دخلها الفكرة شنية الجهاز التماطول بعيد عليه رح تخاف من عدة صح فإذا جيب الجهاز يمك مثلا إذا تتعلم ماطور الماطور أنت ما تقرأ تفتحها تخاف من عدة جيبت تجيب لك واحد عاطل افتحها فصخها شوفها أزائها تعلم به حتى لو يخرب هو عاطل أصلا فهذا من سواها رح يروح من عدة حاجز الخوف حتى بالنسبة للشاشات الناس تخاف من كسر الشاشة أكو شغلات محاذير يسميها تحوطات أمان هاي التحوطات الأمان يستخدمه بعد ما يصر عنده خطأ لو شي يخطأ بعد فأكو أساسيات يشتغل عليها وتبقى على الشخص هو وقابليته يعني من يتعلم لا يوجه نفسه على غير شغلة يتوجه على هاي الشغلة أول مرة يتقنها يلا ينتقل على الثانية يعني ليش تتأفكارها دائما يخلي أفكارها موجهة زيان دائما نشوف القطع الغيار اللي موجودة بالأسواق تكون هي تجارية طبعا رديع يعني يعطي لكم مثلا كنديسة هاي مشكلة طبعا تجيب مدة قليلة جدا أيضا نرجع يحترق نقدر احنا اليوم نعالج أو نصنع قطع غيار ما عندنا أي صناعة ما عندنا أي صناعة احنا كشباب احنا موهو بي لو متى تبتل كورشة عمل نعم وتتعلم شباب تقدر أنه تصنع قطع غيار معينة أو تحور ماكو التحوير اي بس إمكانية صناعة ماكو فيحنا جدا نستخدم مثلا بالنسبة للشاشات ناخذ الأجزاء المكسورة ونستخدم الأجزاء الداخلية لبيها فنستخدمها قطع غيار يعني تبقى أصلية الأجهزة يعني تفصيح كله ماكو شئتكم ينذب لا لا ماكو بالعكس هو القديم الاستفاد من عدة زي أكو شباب علمتهم فتحوا محلات وشك الله الحمد لله والشكره هوايا مطابح ومتحادي طبعا وياهم 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 زي ما تحس أنه هذا المضوع راح يكثر من أصحاب المهن راح يقضع على مهنتك اللي تنتليك ما ما تنقضع على المهنة لأنه ماكو بيت ما بيفد أربع خمس إجزاء كهربائية وشي ثاني هذا الرزق هو رب العالمين كاتبك صح يعني أنا عدي من نسبة لي محليا بداخل منطقتي ودأ أبث فيديوات أمشان قلت انقطع الرزقي فالحمد لله والشكر بالعكس الرزق زاد ما نقص زي فهي عقلية متخلفة في ده أحد يدعمك والله أتمنى 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 بس صوت يوصل للشباب أنا دائما أقول ما أريد شهرة ما أدور أي شهرة ولا أريد مارد ليش شهرة حلوة أنه إذا أنت اليوم باتن أقبل تجيك دورة يعني أنه دعمك في دورة معينة أو وزارة ما عدي مانع ما عدي مانع ما عدي مانع يعني بالنسبة لي أدخل أي مجال بحيث يوصل العلم للناس للشباب زياد اليوم نحن محتاجين أجهزة معينة محتاجين أنه تكون عندنا أجهزة معينة للكشف أو لتطوير الأجزة الكهربائية في حال أنه أنت يجيك جهاز صعب عليك أنك اكتشاف العطل ما عدينا أجهزة متطورة ما عدينا إحنا أجهزتنا العادية أو بميتر وشغلات بسيطة يعني بس هذا أدك حالة يعني صعبة عليك مكشفتها طبعا أكو أزاء هي راد لك أجهزة بتخصصها يعني هذا ما تفعل بتقدر لها يعني لازم بدل قطعة كاملة وتنذبها القطعة نعم زي ما أكد راسة عليها أن تعرف أنه ليس شونا هذا توفر عندنا المكسور هواية يعني الشاشات المكسورة فصار أدوات احتياطية هواية فبعد ما يكون داعي واحد يبدلها يعني الأزاء يعني تتعبيها صارت رخيصة أكثر شيء تواصل التواصل على الفيسبوك أو على اليوتيوب على اثنينهم على اثنينهم على اثنينهم هل قد متابعك على اليوتيوب و على الفيسبوك على اليوتيوب تقريبا دعش ألف حلو متابعك نعم مصال لسنة الفيديوات قد توصل المشاهدة مالتهم والله أكو فيديوات 48 ألف أكو فيديوات 3000 4000 تعرف هاي المجالات ما يدور عليها غير الشاب اللي يدور يعني رزق صح فإحنا شبابنا بهالوك مو بس هاي يمكن اليوم أصحاب المحلات أو أصحاب الورج قاموا يطلبون أسعار كل شو هاي طبعا يعني مثلا تجي التلفزيون تريد تصليح يم هاي الشاشة مال التلفزيون وقل لك إذا سعرها مثلا 300 دولار وطلت يطلب منك 200 دولار صحيح زيان اليوم يقدر أي شاب أو أي بنت وهي قاعدة ببيتها يقدروا بكل سهولة تتعلم المقاطع بس يتابع الفيديوات بكل سهولة بها تفاصيل و بها خطوات كلها بالتدريج وحتى الخطورة منبه عليها اه يعني سرعيدي خلل أقول دير بالك ترى هذا الخلل يخسرك شاشة حلو حتى لا يقع في مقطب هو بس الشاشة اللي يتخلوه بالنسبة للشاشات زيان من اليوم الجهة المعينة اللي من الممكن يدعمك بهذا المشروح حتى تتطورك برأيك والله أنا نشرت مرة بحساب قلت أي جهة تدعمني أنا حاضر وزارة العمل وشهو الاجتماعي إذا يقبلون أنا أروح يا ممعادي كلام أخير أحبت قدرهم خلال برنامج والله الشباب يعني ليبقوا قاعدين خليتحرك أكون ناس تقول ماكو شغل لا أكو شغل بس خلي شوي حركون نفسهم وأني مطي هاي كلها مجانة للعالم هوايا شباب يتخرجون أو مدارسين ويزوجون بأعمار تكون أعمارهم 18 سنة أو دون 18 سنة وقاعد بالبيت من يجي أبو أو تجي أمه أو تقول لها زوجت يشتغل يقول لها أين الشغل ماكو شغل شي يدور يدور ميز ومكتب وخدم وحشم حتى يشتغل به الشغل موجود مثل ما قال أستاذ خالد الشغل موجود داخل التعلم الشغل وغرشة عمل موجودة أمثال أستاذ خالد على اليوتيوب وعلى الفيسبوك تقدرون تتواصلوني كثير من المهن اللي من الممكن أن تكتسبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفتح لك باتشرا أقبى مشروع هذا المشروع تسترزق منه وتستفاد وتقدر تتعيش بما تعتاد الدولة ولا تعتاد وتنتظر للوظيفة أحسن ما يأخذ بك العمر وتكبر بالتالي وين تروح لا تقدر تشتغل ولا يكون يسمح لك عمرك أنه تكون عامل ترجمة نانسي قنقر